السلام عليكم اخواني اخواتي معكم قناة شيوات امولا كنتمنى عدلا فيديو تلقاكم في اتمصحة والعافية ان شاء الله الوصفة دينا دي اليوم اللي هو واحد القرطان بالبطاطة والكفتة واللصوص ماطيشة انا عندي هنا يا البطاطة من بعد ما سلقتها ونقيتها يعني القياس كيبقى على حسب الافراد الاسرة انا عندي هنا تقريبا كيلو دي البطاطة وعندي هنا خمسة دي الماطيشات من بعد ما حكيتهم وعندي هنا يجوج بصلات قطعة ومقطعة صغيرة وعندي 20 درم دي الكفتة والفرماج الحمر وعندي الاعشاب المناسيمة اللي هو الزعتر قليل من الزعتر وغادي نحتاج لطريا الملح والفلفل الاسود وزيد الزيتون غادي ندوز ونحضروا لصوص ماطيشة دينا من بعد ما شعلت النار غادي نوضع المقلة ديالي من فوق النار من بعد ما حسيت بماطيشة ديالي بدات كتغلالية غادي نضيف لها زيت المائدة او زيت الزيتون من جوج معلق حسل ثلاثة دي المعلق كبارين ومن بعد غادي نضيف الملح الملح كيبقى علي حسب الضوق انا ضفت يعني تقريبا ربع ملعقة صغيرة ومن بعد غادي نزيد الفلفل الاسود اللي هو اللي بزار غادي نضيف تقريبا نصف ملعقة صغيرة ومن بعد غادي نضيف ليه داك الزعتر يعني صراحة كيزدك الزعتر كيبني اللي نقل الصوص ماطيشة لما عندكم ش الزعتر يمكن لكم تضيف جوج ورق سيدنا موسى حسل ثلاثة ديالوراق إلا ما عندكم ش أوراق سيدنا موسى متوفرة عندكم في المنازل ديالكم يمكن لكم تديرو الزعتر حتى هو كيجيزين يعني أي عشبة مناسبة كتضيفوها لصوص ماطيشة إلا وكتجيلي نزوينا وبنينا وغادي نخلط المكونات ديالي كلهم باش تجانس لنا داك العطرية مع لصوص ماطيشة من بعد ما طابت ليه وحسيت بأن ماطيشة ديالي طابت غادي نحيدها وغادي ندوز نشحر الكفتة ديالي غادي نضيف المقلة على النار غادي نضيف تقريبا ثلاثة ديال المعالق حتى الجوج معالق كبارين ديال الزيت أو أوربع ديال المعالق وغادي نضيف ليها ذاك البصلة من بعد ما قطعتها يعني أنا قطعتها هنايا إلى مكعبة صغيرة جدا ومن بعد غادي نخلط المكونات ديالي كلهم وغادي نضيف ليها من بعد ما كان حسب البصلة ديالي أنها تشحرت وخذت ليها ذاك اللون الذهبي يعني ضروري أنكم تتخذ لكم لون الذهبي هكا غادي نضيفوا ذاك الكفتة أنا هنا عندي 20 درهم يعني 400 جرام ديال الكفتة وانتم ميم القياس دي ما كيبقى على حسب أفراد الأسرة يمكن لكم ديروا كتر أو أقل على قضاء على حسب قدر المستطاع ديال الإنسان غادي نخلط المكونات ديالي كلهم بعد ما حسيت بالكفتة ديالي طابت ليها وانشفت ليها من ذاك الماء ضروري أنكم تخليوا وتنشف لكم ذاك الماء ما يبقاش فيها الماء غادي نضيف العطرية اللي هو الفلفو الأسود أو اللي بزار ضفت تقريبا نصف ملعقة صغيرة وربع ملعقة صغيرة ديال الملح دائما الملح كيبقى على حسب الضوء غادي نخلط المكونات ديالي كلهم وغادي ندوزوا يعني ناخدوا ذاك الإناء وغادي نضيفوا ليه البطاطا وغادي نمعكوها كيف ما قلت لكم أنا هنا يعندي تقريبا كيلو ديال البطاطا وانتو ما ديما القياس كيبقى على حسب أفراد الأسرة يمكن لكم تديرون سكيلو كيلو على حسب أفراد الأسرة وعلى حسب قدر المستطع خديت هاد الآلة هادي باش غادي نمعكوها إلا ما عندكم شادي مصفرة عندكم يمكن لكم تمعكوها يعني غير بالملعقة وغادي نمقان معاكها مزيان يعني على هات الشكل هدا ضروري أنكم تمعكوها مزيان مزيان من بعد مساليت غادي ندوز يعني نضيف القليل من الملح الملح ديما كيبقى على حسب الضوء وغادي نضيف القليل من الليبزار لي هو الفلفل الأسود يعني التهوى غادي نضيف شوية لأنه راه دايري للعطرية في لاصوس مطيشها ودايري للعطرية في الكفتة وهنايا غادي نضيف تقريبا تاية نصف ملعقة صغيرة وغادي ندوز نخلط المكونات ديالي كلهم باش هكا دك الملحة واليبزار لي هو الفلفل الأسود يتجنس لنا مع دك البطاطا اللي معك نامزيان من بعد مسالة يعني معيك ديال البطاطا ديالي سوف نأخذ الإناء الفرن ثم يمكنكم إخذوا أي إناء الفرن الفرن اللي عندكم أنا أخذت هذا المول وسوف نضيف له ذلك لاصوس المطيشة ضروري أنكم تقوموا بهذه العمليات وضيفوا واحد شوية لاصوس المطيشة في المول ديالكم لكي نجي ونهزوا ذلك الكوريات الكفتة ديالنا كتهز لنا ذلك لاصوس مع ذلك الحمودة ديال المطيشة هي اللي سيبني لنا هدل القرطان ديالنا عندي هنا شوية ديال الماء ضروري أنكم تديروا الماء باش هكا ذكا البطاطا ما تلسقش لكم في ديكم ونخذ القياس ديال البطاطا غد نشكلها على شكل كورة كيف ما ي大家 نبصتها يعني كل شي واضح في الصورة غد نخذ شي شوية دي الماء غد نبصتها يعني مشيت في السقود ديكم بزاف غي رؤوس الاصابع ديكم وغد نخذ القياس يعني ملعقة كبيرة ديال الحشو ديال الكفتة اللي شحرناها مع البصلة وغادي نجمعها يعني غادي نشكلها على شكل كورة غادي نجمعها من الجواني بكلهم كنتمنى ان الشرح يكون مبسط وحتى العملية تكون واضحة وغادي نشكلها على شكل كورة يعني راه العملية سهلة وبسيطة من بعد ما شكلت الكورة ديالي غادي نوضعها في المول وغادي نكمل يعني بنفس بنفس المرحلة اللي درت في اللول غادي نكمل جميع الكوريات ديالي صراحة هاد القرطان كيجي زوين وكيجي بنين إلا ما عندكمش الكفتة يمكن لكم تديروا القيطع ديالها أي حشوة كتجي فيها زوينة من بعد ما سالت يعني التكوار ديال الكوريات ديال ديال البطاطة ديالنا مع الكفتة أنا سالت راني عمرت المول ديالي كيف ما كاتشوفو يعني كتبقى وتحطوهم على شكل عشوائي وحدة حدا وحدة ومن بعد كتضيفو عوتاني رشاط لكم كتضيفو من فوق وده كلاصوص مطيشة ديالي اللي خليت يعني اللي خليت في الأول غادي نوزها على هات الشكل غادي نوزها على الكوريات ديالي كلهم باش هكا الجواني بكلهم ياخدوا لنا حقهم من دك لاصوص مطيشة كيما قد لكم هاد لاصوص مطيشة هي اللي كتبن لنا يعني هاد الحشو مع فها دك الزعتر وغادي نوضع دك الفرماج الحمر يمكن لكم تضيفو أي فرماج حمرو بغيتو والقياس اللي بغيتو أنا عندي هاد القياس يعني عندي قليل من الفرماج الحمر فران لا يتكلفون من الفران سمع الجرطان على الأحدث سن وزع جوانبها لفران سوف إدخل الفران أنا لدي هنا الفران من طبيعة الحل سوف نقوم بالفران سوف نعدها لفران لأنها لديها مكونات كل شي طيب سوف نقوم بخمسة دقايق سوف نقوم بالفران سوف نحب به تحت بعد يتم الإدك الفران ثانياة نزولها من طبيعة الحل من الفران هذا هو الشكل النهائي ديال القرطان ديال ناتف مكاتشوفورا كل شي كان طيب عندنا اشتركوا في القناة